سلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبتنا الأعزاء طلبة الصف الخامس أهلا وسهلا بكم في رياض ومدارس جامعة الزرقاء تربية الإسلامية وهو الدرس الحادي والعشرون بعنوان أحكام النون الساكنة والتنوين الإقلاب تعرفنا يا خامس أحكام النون الساكنة والتنوين الحكم الأول الإظهار الحلقي الحكم الثاني الإضغام اليوم سوف نتعرف على درس الإقلاب النون الساكنة والتنوين يا خامس تنقسم إلى أربعة أقسام الإظهار الحلقي الإضغام الإقلاب الإخفاء الحقيقي والإظهار الحلقي وحروفه ستة حروف همزة ها عين حا غين خا الإضغام وحروفه أيضا ستة حروف وهي جمع أهل العلماء في كلمة يرملون ولقد تعرفنا عليهم في دروس سابقة اليوم سوف نتعرف على الحكم الثالث من أحكام النون الساكنة والتنوين وهو الإقلاب وحرفه الباء أما الإخفاء الحقيقي سوف نتعرف عليه في درس لاحق بإذن الله تعالى الإقلاب هو نطق النون الساكنة أو التنوين ميما مع وجود الغنة إذا جاء بعدها حرف الباء إذن حرف الإقلاب هو حرف الباء ملاحظة يجب مد الغنة بعد الإقلاب مقدار حركتين ما معنى مقدار حركتين؟ أي مقدار ضم الإصبع وقبضه مرتين وتعلمناه سابقا ضبط الإقلاب في المصاحف أي العلامة التي تدل أو العلامة التي تشير على موضع الإقلاب في الآيات الكرآنية يشار إلى الإقلاب في رسم المصاحف بوضع ميم صغيرة فوق النون الساكنة التي بعدها باء إشارة إلى قلبها ميما نحو من بعد موسى هذه الميم المدلاهة خامس الملونة باللون الأحمر هذه العلامة التي تدل على الإقلاب وتوضع تعرفنا في درس الإظهار النون يوجد عليها رأسها صغيرة أما الإضغام حكينا يا خامس النون تكون عارية عن الحركة أما الإقلاب يوجد على النون ميم مدلاه الميم التي تكون موجودة في نهاية الكريمة انظر إليها أما بالنسبة للتنوين يا خامس كيف ترسم؟ ترسم حركة واحدة من الحركتين متبوعة بمين صغيرة نحوه؟ والله عليم بالظالمين حكينا يا خامس وتعرفنا على أشكال التنوين تنوين الضم وتنوين الفتح وتنوين الكسر وكيف يكون شكلها في الإظهار وكيف يكون شكلها في الإضغام؟ اليوم شكل التنوين يا خامس توضع حركة واحدة مثلا تنوين الضم ضمتان توضع ضمة واحدة ويأتي بعض الضمة ميم مدلاه انظر انظر كلمة عليم أصلها عليم عليم بالظالمين ولكن لأن جاء بعد التنوين حرف الباء وضعت الميم المدلى بدل الضم الثانية اللي هي من تنوين الضم فأصبحت عليم بالظالمين هذا فعلنا حولنا التنوين أي قلبناها قلبنا التنوين ووضعنا بدل التنوين ميم وقرأنا الميم بدل التنوين استمع عليم بالظالمين عليم بالظالمين وتغن بمقدار حركتين لا تنسى انظر إلى هذه الأمثلة وكيف جاء الإقلاب فيها الإقلاب يا خامس يأتي في كلمة ويأتي في كلمتين ما معنى يأتي في كلمة وما معنى يأتي في كلمتين يأتي في كلمة أي أن النون الساكنة أو التنوين تأتي مع حرف الباء في نفس الكلمة نحو أنبئوني أنبئوني انظر النون التي يرسم عليها ميم مدلى جاء بعدها حرف الباء وحرف الباء هو حرف الإقلاب المثال الثاني من داخل انظر هنا النون أيضا جاءت عليها ميم ولكن حرف الباء ليس في نفس الكلمة النون جاءت في كلمة والباء جاءت في كلمة نستنتج من ذلك يا خامس بأن الإقلاب يأتي في كلمة ويأتي في كلمتين انظر إلى المثال الذي يليه وكيف جاءت التنوين أليم بما أليم بما هنا يا خامس أصلها أليم بما تنوين ضم أين الضمة الأخرى لقد اختفت وحلت محلها ميم الإقلاب أصبحت ضمة واحدة وبعدها جاءت ميم الإقلاب فقلبت التنوين إلى ميم ماذا قلبت التنوين إلى ميم ولفظنا الميم بدل التنوين فأصبحت عليم بما المثال الآخر لا نسفعا بالناصية أصلها لا نسفعا بالناصية تنوين فتح ولكن من الذي حل محل التنوين الميم لماذا لأنه جاء بعدها حرف الباء فقلبت التنوين إلى ميم فجاءت حركة التنوين حركة واحدة وهي الفتحة وجاء بعدها الميم فقلبت التنوين إلى ميم لماذا لأنه جاء بعدها حرف الباء هنا يا خامس افتح كتابك صفحة 86 على التمرين استمع وأتدرب استمع إلى هذه الآيات يا خامس وحدد موضع الإقلاب الآية الأولى فاعترفوا بذنبهم أما الآية الثانية أم بورك أما الآية الثالثة يومئذ بجهنم انظر جيدا إلى هذه الآيات وضع خطا تحت موضع الإقلاب الإقلاب في التمرين الأول جاء في كلمة واحدة أي النون الساكنة وحرف الباء في نفس الكلمة أما المثال الثاني جاءت النون في كلمة والباء في كلمة أخرى أما المثال الثالث جاء يا خامس تنوين كسر يومئذ بجهنم أصلها فحل محل تنوين الكسر الميم جاءت حركة واحدة وبعدها الميم انظر انظر بأن الميم جاءت تحت الذا لماذا لأنه يوجد هنا تنوين كسر وبعدها حرف الباء والتنوين لا يأتي في وسط الكلمة دائما التنوين يأتي في آخر الكلمة لهذا السبب الإقلاب في التنوين لا يأتي إلا في كلمتين انتهينا من هذا الدرس ادرس جيدا وطبق وقرأ القرآن وحاول أن تطبق درس الإقلاب أثناء التلاوة ودمتم سالمين وبارك الله فيكم